السلام عليكم انا اسمي كريمة قرم هنعمل النهاردة صنية خطيرة الصنية ديت اول حاجة موفرة واقتصادية وفي نفس الوقت تكفي عيلة كبيرة جدا في الوصفة بتاعت النهاردة انا عملت لكم صنية كوسة بالفريخ بس طعمها مختلف انا عاملة ميكس كده ما بين الكوسة والجزر فهتطلع معيكم حاجة كده طعمها مسكر وفي نفس الوقت الكوسة جميلة جدا مستوية من جوة والطبقة الخارجية بتاعتها ما ارمشة يعني حاجة كده طعمها جميل جدا راحتها حلوة تقدروا تقدموا معاها رز بالشعرية تمام وكمان عملالكم تدبيلة فريخ حلوة قوي قوي هتعجبكم خالص هتخلي الفرخة كده دايبة معاكم وفي نفس الوقت الطعم بتاعها مميز جدا شايفين شكلها حلو ازاي يعني حاجة كده طعمها خطير طعم الصوس حلو جدا وكمان الفراخ يعني دايبة دوب كده مستوية بطريقة حلوة جدا لحمها ابيض جدا من جوة تابعوني لنهاية الفيديو علشان تشوفوا كل التكات والاسرار بتاعت وصفة النهار دا اتمنى فيديو النهار دا ينال اعجابكم وتنزلوا تعملولي لايك وتشتركوا بالقناة بالنسبة للمكونات بتاعتي انا عندي كيلو لربع من الكوسة جبتها اقطعتها حلقات بالشكل دا غسلتها كويس جدا فيه بالنسبة للكوسة ممكن تخلوها بالقشر بتاعها او تشيلوا القشر مفيش مشكلة اللي تحبوه انا جبتها غسلتها كويس جدا هبتدي اقطعها ترانشات بالشكل دا ولا هي رفايعة قوي ولا هي سميكة قوي ترانشات متوسطة ممكن تقطعها بالسكينة عادي بس انا اقطعتها بالقطعات الزجزاج دا بتديها شكل كمان لما بتستوي بيبقى شكلها شيء جدا تمام انا خلصت الجزر والكوسة تقطيع بالشكل دا تمام تعالوا بقى اقولكم هنعمل في الوصفة بتاعتنا ايه تمام بالنسبة هنجيب صنية او طاجن يكون كبير بالشكل دا هنزل بالخضر بتاعي تمام كده هبتدي اوزعها الصنية كلها بعد كده عندي باصلة كبيرة مقطعها جوليان يعني ايه جوليان مقطعها ترانشات او حلقات رفايعة بالشكل دا عندي معلقة طوم صغيرة عندي نص معلقة من الفلفل الاصمر نص معلقة ملح مكعب مرأ بعد كده عندي كيلو لربع من الطماطم دا غسلتها ودربتها كويس جدا في الخلاط وبعد كده حطتها على النار تغلي لمدة 10 دقايق لحد ما بقلونها بالشكل دا بنزل ب3 تربع الطماطم على الخضر بتاعي وبقلبه كويس جدا تمام عشان يمتزج التوابل مع الطماطم كله مع بعضه والخضر بتاعي يكون شارب من كل حاجة تمام بركنه وبعد كده بالنسبة بجيب فرخة الفرخة دي فرخة كاملة تمام مسكتها غسلتها بالمية والملح واللمون وممكن كمان تخسلوها بالدقيق هنبتدي بقى نعمل ايه في الفرخة دي هنمسكها نفتحها من الظهر تمام وانتو بتفتحوها خلوا بالكم تمام كده السكينة تكون حدة لان الظهر بيبقى جامد فالسكينة تكون حدة عشان يتفتح معكم بمنتهى سهولة او ممكن تخلوا المحل يفتحها لكم بالشكل دا تمام مسكتها فتحتها كده بالضهر شايفين هنخسلها تاني تمام هنشيل الجزء بتاع الجناح تمام الحطة الصغيرة ديت تمام كده وبعد كده بعد ما نخلصها هنشطفها تاني برضو اهم حاجة في غسيل الفرخة الخل لو نقعتوها في مية وخل وشوية ملح اللحم بتاعها بيبقى بيض والخل بيشيل اي زفارة بتكون موجودة في قلب الدواجن تمام بعد ما قطعناها بقى بالشكل دا تعالوا نحضر التدبيلة بتاعة الفرخة بالنسبة بقى للخلطة بتاعة الفرخة عندي قرن فلفل رومي احمر عندي لمونة عندي باصلة عندي روز ميري الطماطم اللي انا خليتها في قلب الشفشة تمام هنزل عليها بالباصلة والفلفل رومي دا انا ببقى شايلة في الفريزر بقدر استخدمه في اي وقت عندي نص معلقة توم فريش عندي عصرة لمونة كاملة تمام عندي طبعا فلفل اصمر ونص معلقة ملح تمام وعندي السبع بهارات هحط حوالي نص معلقة منهم تمام السبع بهارات دول اختياري بس يا بتدي نكهة كده للكوسة والسلسة بتبقى حلوة قوي بضربهم كويس جدا في الخلاط في الهند بلندر المتوفر عندك تمام تنعليهم تعالوا بقى هندلق الخلطة داية على الفرخة بس اول حاجة لازم نعملها ان احنا نفتح الفرخة كويس جدا نعمل زي خرام كده في السدر وفي الورد بحيث الفرخة تشرب بين التدبيلة تمام انا حطيت جزء كمان من الخلطة بتاعت الفرخة حطيته على الخضار بتاعي وحطيت الباقي على الفرخة هبتدي بقى اتبل الفرخة كويس جدا بالخلطة داية وهحشي تحت الجلد تمام شايفين بفتح الجلد وبحشي الخلطة داية جواه بحيث انا عايزة الفرخة بتاعتي تكون شربة كويس جدا من الخلطة اللي انا عملتها بالشكل دا تمام كده هسيبها بقى المدة ساعة كده تمام في التلاجة بحيث اللحم بتاع الفرخة يكون شارب من الخلطة ومن التدبيلة داية بعد ساعة بجيب معلقة زبدة كبيرة تمام بالشكل داية انا محبتش زيت خالص انا عايزة انكها بتاعتها تبقى حلوة قوي معلقة زبدة تمام كبيرة بالشكل دا تمام هبتدي بقى احط الفرخة وديها صدمة في قلب الطاصة على الواجه داية ومر على الواجه الاخر لحد ما يبقى لونها دهبي بحط عود من الروزميري الروزميري دا مهم جدا سواء لما تحطيه مع اي حاجة بتتقدي او اي حاجة بتتحمر فيه انتي اكسيدانت مهمة جدا ومفيدة جدا آآ 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 لينا تمام بعد كده لما لقيها خدت اللون الدهبي من تحت هبتدي اقلبها على الواجه التاني بحيث آآ اديها صدمة كده وبحيث انها كمان آآ تدخل في السوا معي تمام تمام كده وبحط طبعا آآ شوية من الخلطة على الوش بالشكل دوت اللي انا آآ كنت عامليها في قلب الهاند بلندر تمام شايفين لونها بقى دهبي ازاي تمام كده كده خلاص اولا ما لقي ان الزبدة آآ آآ لونها بين والفرخة آآ شربت كل السوايل تمام وبقى لونها بالشكل ده كده ابتدي بقى نزلها من على النار تمام تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه طبعا ده الخضار بتاعي اللي انا آآ جهزته وركانته تمام هبتدي اوسع مكان بقى كده للفرخة الجميلة ديت تمام هنوسع لها مكان كده ونحطها في النص بالشكل ده بحيث تبقى يعني قاعدة كده مربعة يعني تمام كده وبقيت الصوص بتاعها اللي هو نزل منها سواء زبدة او صوص الفرخة بحطه عليها بالشكل ده تمام كده هدخلها بقى الفرن تستوي آآ ممكن بقى وهي اسناء بتستوي تزودوها آآ كوباية شربة تمام او كوبايتين انا مش هزودها اي حاجة خالص في البداية تمام لان الخضار آآ بينزل ميا كتير تمام هدخلها الفرن تستوي عند درجة حرارة متين لحد ما لايه ان الفرخة تحمرت وفي نفس الوقت الكوسة استوت هي والجزر كويس جدا لو احتاجت شربة حطه محتاجتش خلاص تمام شايفين بعد ما طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي شكلها حلو جدا انا عايز اقول لكم رحتها يعني التوم مع الخلطة بتاعت الطماطم مع التدبيلة بتاعت الفرخ يعني فعلا طعمها حلو جدا شايفين الجزر مع الكوسة يعني حلو قوي الصينية دي فيها تحسوا كده انها مسكرة لان الجزر لما بيدخل في اي وجبة بيديها نسبة من السكر لانه مليان سكريات تمام فالكوسة هتحسوا انها طعمها حلو جدا ومسكرة جميلة جدا بصراحة الجزر كده عامل شغلة عالي قوي في الوصفة ديت تمام شايفين شكلها حلو ازاي بصوا الفراخ يعني دايبة كده استود كويس جدا شايفين يعني مشوية جميلة جدا جدا شايفين الكوسة مع الجزر مع الصوس مع البصل حاجة كده جميلة وفي نفس الوقت اكلة موفرة جدا شايفين يعني الصينية ديت تكفي البيت كله لو عالة كبيرة او حاجة وتعملوا طبعا جنبها شوية رز بالشعرية يبقى كده يعني حلو قوي شايفين شكلها حلو ازاي ومفيدة ومغزية تمام ده كده انا حطيتها بالشكل ده تقدروا طبعا تحطوها في الطبق بالشكل اللي ناسبكم تمام بصوا شكلها حلو جدا الجزر حتى مدي الكوسة لون كده اورنج جميل تمام بصوا الكوسة مستوية مستوية من النص ومقرمشة من بارا مش مهرية خالص احنا لما نيجي نسوي الكوسة منهرهاش يدبط بس تستوى من النص وتبقى مقرمشة كده شايفين مستوية حلو جدا من جوة تمام يعني طعمها حلو جدا بصوا مستوية وبتقطم كده معاكي شايفين شكلها حلو ازاي اتمنى فيديو النهار ده ينال اعجابكم تمام تعالوا بقى اوريكم قد ايه الفراخ طرية جدا ومستوية بطريقة جميلة وشايفين بيضة ازاي من جوة لانها تغسلت كويس جدا وتنقعد في الميا والملح والخل الخل ده بيخلي الفرخة بيضة خالص من جوة شايفين مستوية ازاي اتمنى فيديو النهار ده ينال اعجابكم وتجربوا الوصفة وتقولولي ويا ريت تشتركوا بالقناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم اتمنى الوصفة تنال اعجابكم اشتركوا في القناة